ناقش مهرجان شارق السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تنظمه مؤسسة فن المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والنشئة في دولة الإمارات ناقش واقع رسوم المتحركة الإماراتية خلال حلقة افتراضية نظمها عن بعد واستضاف فيها الفنانين الإماراتيين محمد سعيد حارب وفاطمة المهيري وطرح النقاش تجربة الفنانين وآخر أعمالهما ومستقبل هذا النوع من الفنون محليا ومدى الدعم الذي يحظى به وغيرها من المحاور